بلاد مدمرة ومهجرون ونازحون ومفقودون بالملايين وخسائر اقتصادية متراكمة تقدر بمئات مليارات الدولارات هذا أقل ما يمكن قوله في وصف الحالة السورية بعد نحو عشر سنوات على اندلاع الحرب فيما يستمر نظام الأسد في سياسات الإجرام والتجويع التي ينتهجها بحق شعبه من أجل ضمان استمراره في الحكم آخر نتائج هذه السياسات أزمة رغيف في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام وذلك بعدما تفاقم في الآونات الأخيرة النقص الحاد للخبز على خلفية تراجع مخزون الدقيق في المخازن الحكومية لتشيع بعد ذلك ظهرة تجارة رغيف الخبز في الشوارع ويقفز سعره إلى مستويات قياسية أزمة مماثلة في المحروقات وأخرى في المواد الأساسية وثالثة في الدواء وغيرها الكثير كل ذلك لأن نظام دمشق لا يمانع تحميل شعبه المزيد من الأعباء في محاولة منه للالتفاف على عقوبات قانون قيصر التي تفرضها الإدارة الأمريكية على بشار الأسد والمقربين منها وفي هذا السياق قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جويل رايبورن إن الولايات المتحدة تعتزم توسيع سريان قانون قيصر الخاص بالعقوبات ضد نظام السوري ليشمل غير السوريين وخلال جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي مؤخرا لم يستبعد رايبورن فرض عقوبات على مواطنين روس وجهات روسية موضحا أن هدف واشنطن هو حرمان الرئيس السوري بشار الأسد من الدعم الأجنبي لكن نظام دمشق لا يتردد في تحويل آثار هذه العقوبات إلى شعبه وهي حقيقة لم تعد تخفى على أحد بل إن أركان النظام أنفسهم باتوا يجاهرون بها في العلن فها هو رجل الأعمال السوري وابن خالي رئيس النظام رامي مخلوف يكتب في منشور حديث على حسابه في موقع فيسبوك أن تجار الحرب في سوريا الذين يتمتعون بغطاء أمني يتحملون مسؤولية الترد المعيشي الذي تشهده البلاد والذي يبدأ في النقص الكبير في المواد التموينية ولا ينتهي بانقطاع التيار الكهربائي لساعة طويلة هي أزمة مفتعلة في جزء كبير منها إذن نتيجة محاولات أركان النظام أو تجار الحرب كما يسمهم مخلوف الإفلات من العقوبات خصوصا أن هذه العقوبات تضرب النظام وتعرقل قدرته على اتخاذ القرار والأعمال العسكرية وفق ما صرح به مؤخرا المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا جيمس جيفري جيفري قال إن الولايات المتحدة قدمت أكثر من 12 مليار دولار كمساعدات لدعم السوريين على مدى السنوات الماضية مشيرا في الوقت ذاته إلى أن السبب الرئيسي لمعاناة السوريين ليس العقوبات بل نظام الفساد والرشاوة وتجاهل الأسد لكل القرارات الدولية الهادفة إلى وضع حد للأزمة السورية اشتركوا في القناة